الإشاعة المعلومات الكاذبة المعلومات الزائفة المتاجرة في الأزمة للأسف كانت مجموعة العدمة الضمير كانت مجموعة الناس للأسف كانت أخبار كاذبة فيديوهات يجيب لك فيديوهات الزائفة من بلاد أخرى و ينسبون المغرب و يدخل عليه الصوت المغربة و تعتقد بأن هذا الشراء المغرب بالفعل حيث الآن هناك وسائل كثيرة للتلاعب بساطة جدا يمكنك تمترزهم ولكنك عادي مضامر أكدر اللي بغيتي المقابلة عندنا عندنا الوعي ديال الناس الناس يجب أن نكونوا فاهمين باللي ما شئ أي حاجة كيشوفوها بعينيهم و كيسمعوها بودنهم رأى بالصح أي حاجة شفتيها أو سمعتيها يجب أن تخضعها لمنطق يجب أن تأكد من الصحة هذه رولة آفة عالمية ولكن للأسف الدول السائرة في طريق النمو أو المتخلفة آفة أكبر حيث ما بيننا الجهلاء ما بيننا عدمي الضامير ما بيننا ناس اللي مستعدين يتجروا في الدماء ديال الضحايا ديال الزلازل في الأشلاء ديال الناس في المآسي ديال الناس في دموع الناس في صرخات الأطفال ما عندهم مش مشكلة كيبيعوه وشريوه في كل شيء باش ياخدوا ليفيو باش يشوفوه من الناس بزاف باش يديروا ليهم لايك بزاف باش طلع عن نسبة لمشاهدة باش يتخلصوا من مواقع التواصل الاجتماعي ما كتهمهم حتى حاجة شحلم واحدة براه شد الريحان ومشت معها باش يصور باش يدير ليسكوبة باش يقلبوا على شي واحد ميت شي واحد التحت شي واحد بغاوي جبدوه وما جبدوه ما كينش نهائيا روح إنسانية قصوه يدير شي حاجة عن المجهد اللي الناس يشوفوها راه ماشي هذا هو الإعلام وماشي هدية رسالة الإعلام وماشي هذا هو هدف الإعلام هذا الأسف هدف المتاجرين بالمآسد الناس راه انت له كنت في ذيك المنطقة كنت انت غا تكون ضحية واش تبغي شي واحد يجي بدي يصورك ويبيع فيك وشري وانت كتتمحن ولا انت كتتألم ولا انت ميت ولا انت مقطوع منك شي طرف من الجسد ديالك واش تبغي الناس يجي ويبيعوا ويشيروا فيك افيقوا شوية وفيقوا الضمائر ديالكم والمواطنين سينياليوا بحال هيد الناس بحال قلت ليكم في الجزء الاول من البرنامج بلغوا على هيد الكذابة مواسيلتكم الوحيدة باش تحاربوهم التبليغ التبليغ ماشي عند البوليس والكوميسيرية مكره ناش نوصلوا لهيد الجانيب ولكن التبليغ عند مواقع التواصل الاجتماعي اللي وضعها ناشارتكم هاد الالية باش اللي كيكدبوه كيديرو الاشاعات كيحتوه على الارهاب كيحتوه على العنف كيطلبوه كيديرو اشياء اللي ما عندها عالقاب الهدف ديال المواقع التواصل الاجتماعي كتبلغو عليهم وكيتم حضر الحسابات ديالهم او توقيف القناوات ديالهم هاد المهمة اللي ممكن تعملوا لما كنتوش تقدروا تقدموشي مساعدة هاده على الاقل ديروا هذه القضية انتو مقارسين في ديوركم اه بصبعك وفي تليفونك سينيال يعدوا الكتابة باش ما يزيدوش يأزمو الناس نفسانيا الناس مساكن راه هم محنين راه هم معدبين ناس راه كيبكيو ناس راه واحد كان البارح في دارو تحت سقف ديالو حتى القراصوبين عشية وضحاها ما عندوش المأوى ما بقى كيكسب التاشي حاجة ولا كيتسنى المساعدة تعطاه ديال الدولة ولا كيتسنى ابنه لوغيطون في نبات هو وليداته هو ومراته تصور نفسك انتدبك انت تعيش واحد الحياة عندك واحد العاتات عندك واحد الروتين يومي فضارك عندك واحد الاشياء معينة تديرها عندك احلام ديالك عندك اشياء اللي مقررها اللي يراصمها المستقبل بين عشيات وضحاف في بدعة الثواني كل شي ينهار راه اي واحد فينك يمكن يوقعلوه هذا الشي اعيباد الله فعلوهÓ الحقيقة راه اي واحد فينك في اي لحظة كيمكن يوقعلوهالشي لذلك ليننا تضامن لينたضامن لين اتضامن انتضامنてكن مناسبا الربتي ولدتنا على هذى الروح aquela تضامن ربتي ولدتنا على الروح المواطنة إذا سنعطي شي حاجة ما كراش ندي معي يا ولدي ونعطي عليه في الدول ونعطيه باشي ترباق باش نخلقه شي جيل زوين شي جيل مستعد للعطاء مشي الأجيال اللي بغير تأخذ بلا ما تعطي وهدي آفة في المجتمع دينا للأسف عند البعض كيف يفكر هيرفه شنو غادي يأخذه عمرو ما كيف يفكر أشنو غادي يعطي هو